موسيقى السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو ان شاء الله سنقوم بمقدمة اللي ستصلح لك في مزوعة الوضع البشري بمعنى فيما تحت لك الوضع البشري ستتخدمها بهذه الطريقة وهذه المقدمة ستصلح لك في جميع المناجيات الناس والقول والسوحل سنقوم بأسهل طريقة لكي يمكنك تخدم المقدمة وحدة في جميع المناجيات بلا ما تصدرسك بالمزوعة دروري دكرانة المفارقة دروري دكرانة دروري دكرانة أنا سأعطيك مقدمة لفيها جميع الأمور اللي مطلوبين في الإطار المرجع الخاص بوزارة التربية الوطنية سافي دوكس مانيم زي الله يرديه لك خد واحد ستيلو وورقة ونطي هذه الأمور اللي سأعطيك المقدمة كان بدوها بواحد تمهيد اللي يكون مناسب هذا تمهيد هذا كان تلقوه إما من سيق التاريخي ديال الفلسفة إما من طريق التفكير الفلسفي إما من تقابولات إما من ميطة الواقع هاد الأمور كاملها رام قبولة غيره واخسك ضروري يذكر لي المزوعة ومن بعد المفهم من بعد القاضية مني كان سألو هذا الحويج كان ذكره المفارقة المفارقة ضرورية في المناجيات ديال السؤال القولة والناس ماشي ضرورية بمعنى بغيتي تديرها ما بغيتش ماشي مشكلة موما نجي ديال السؤال كانت تعتاليها نقطة من بعد تقدير تساؤلات صفي هاد مقدمة بسيطة بلا ما تصدرسك بالمزوعة را دارو يذكرها هنا را معروف بان المزوعة ضروري تذكرها في السؤال ولكن الناس القولة ماشي ضروري ولكن هاد الشي ما كيعنيش بان المصحيح لكتبتها لي را غادي يقول لك الله غلط را ما يمكنش را ذكرته لي الشخص في السياق دياله را ما يمكنش هو يجي ويدرب لك على ذاكش ذوك الله يرديعليك ركز لي مع مقدمة واحدة باش ما تتخربكش انا را كان هاتيك بطرق سهلين باش ما تبرزتش يلا تبع معي المقدمة ديالك عندما نتحدث عن الواد البشري انا ذكرت لك المزوعة فنحن بلا شك بصدد الحديث عن الوجود الانساني الذي خصصت له الفلسفة بابا موسوما بالانتولوجيا والذي يشير إلى مختلف الشروط والمحددات التي تؤثر من وجود الانسان ومصيره وشكل مفهوم الشخص هنا نذكر المفهوم ديالنا شفتوا التدرج في الأول ذكرنا المزوعة بمعنى الإطار العام نبدأ المفهوم الشخص الإطار الخاص سوف يخوان دوك لا عندك الغير أتبطل الشخص بالغير غد لي تعرف خاص بالغير وأنا أعطيك نموذج آخر خاص بالغير وشكل مفهوم الشخص على الخصوص وعلى الخصوص انطلاق من الفلسفة الحديثة الأداة النظرية الأساسية للتأمل في الشرط الإنساني بحيث يكتف هذا المفهوم نظرة الفلسفة إلى الفرد البشري كذات أي ككيان عاقل يتمتع بالاستقلال الذاتي وهذا ما سنجده في النص الماتي الأمامنا والذي يعالج قضية أنا كتذكر لي المحور اللي عندك في المفهوم بمعنى الشخص إما غيكون الشخص الوياء ولا شخص بوسفيقيم ولا شخص بنتظر الحرية كتب لي قضية كذا وكذا بلا ما تكتب لي محور كذا وكذا ما تكتب لي محورها غلط سوف يتجنب أنك تكتب محور والتي تحيل للمفارقة الأساسية مفادوها أن أنك تدير المفارقة ديالك المفارقة هي أنك ندير جوش الأطروحات لكي يكونوا متعرضين مع بضيتهم ناديك مثل تتخدم في الشخص بس في قيمة غا تقول والتي تحيل للمفارقة الأساسية مفادوها أن الشخص يستمد قيمته من ذاتي من جهة أو بينفته على الأخير من جهة تانية ديال مفارقة بالنسبة المفارقة سأضع لها فيديو بوحدو دخل القناة ستلقى مما يدفعنا إلى طرح مجموعة من تساؤلات أنك ندير التساؤلات اللي خصنا نجاوبو عليهم في تحليل ديالنا والمناقشة دوك دارو رديلي مجموعة من تساؤلات ناديك مثالك تخدم على الشخص الويه ستقول لي مثلا ما الشخص كتأتي تعريف ديال المفهوم ما الهوية على مدى تتأسسه شخص هل تتأسس على الشعور الذاكرة مع الإرادة ولكن عندك بطبيعة الحل فكر رغب دخلتها هو في التساؤلات المهمة التساؤلات ضروري تجاوب عليها في تحليل مناقشة يعني تترحل هذا الشيء بسيط تكدرات الأمور هذه رغب دخلتها بعض النقاط المفارقة كما قلت لكم ضرورية في المناجية ديال السؤال نص القولة ليس ضرورية ولكن رغب ما يعنيش أنك لكتبتها رغب يقول لك المصحح لا رغب غلط وغير يضرب لك رغب المفارقة رغب متواجدة في الفلسفة رغب أي إشكالية هدرنا لها رغب ضرورية تكون عندها مفارقة رغب ما تكون إشكالية واحد مفارقة ولكن ما عندهش رغب ديال نضرو على واحد الرأي في الفلسفة وهذا الشيء ما يمكنش توقف خدموا ما يعقلكم الله يرديه لكم امشيوا النموذج الثاني الثاني غنأتيه لكم خاص بالغير عندما نتحدث عن الواد البشري فنحن بلا شك بصادة الحديث عن الوجود الإنساني الذي خصصت له الفلسفة بابا موسوما بالأنتولوجيا والذي يشير إلى مختلف شروط والمحددات التي يتأثر دمنها وجود الإنسان ومصيره وشكل مفهوم الغير هنا عيوض ما نديره الشخص ودرنا مفهوم الغير وعلى الخصوص انطلاق من الفلسفة الحديثة الأدات النظري الأساسية للتأمل في الشرط الأساسي للإنسان بهذا يكتف هذا المفهوم نظرة الفلسفة هنا عد الأمور كاملة ليش فينا رمض بتلاتش بتنغيش الشخص بالغير نظرة الفلسفة إليه كشخص آخر أو الأنا الذي ليس أنا بتعبير سارتر وهذا ما سنجده في النص الماتل أمامنا والذي يعالج قضية هناك نكتبه المحور اللي عندنا والتي تحل المفرقة أساسية ما فادوها هناك ندير المفرقة مما يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات هناك نعطيه التساؤلات هذا اللي يرضي عليكم ره الأمور بسيطة غير ما تعقدوش عليكم هذا الشيء ره الأمور بسيطة هذا الشيء خاص بالناس اللي ما عندهم مشو عد نيفو مزيان اللي ما قادرينش يبدعون اللي ما قادرينش يكتبوا بأسلوب ديالهم اللي غاد يبقوا حتلت دقيقة تسعيني بدوره هذا اللي يفقكم إن شاء الله اشتركوا في القناة